السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية يا سادس هلأ يا سادس ان شاء الله سنبدأ نعمل مراجعة لمادة الامتحان النهائي انا هيك بكون ختمت الكتاب وان شاء الله يكون الامور عندكم تمام وما عندكم اي سؤال هلأ يا سادس في حال عندكم اي سؤال برضو بعطولي على المنصة اي اشي مش فهمين واسألوني اياه باي وقت هلأ ان شاء الله رح نعمل مراجعة من عند وحدة المياه اللي ما دخلت في الشهر التاني وبرضو رح نرجع لمادة الشهر التاني هلأ يا سادسSh hope niesشاء الله بالمياه العادمة والمياه الرمادية لانهم كثير simplified هلأ يا سادس المياه العادم anh بتجد انهاها مياه ناتجة من استخدامة منزلية صناعية وزراعية سادس المياه العادماء استخدامات منزلية صناعية وزراعية الميش مثل الرمادية فقط منزلية تحتوي على ملوثات طبعا اشي اكيد مياه العادماءdepاطعي من اسمها عادمة يعني فيها ملوثات هلأ الطرق كثير مهم يا سادس طرق معالجة المياه العادمة هي 3 طرق مرحلة أولى وثانية وثالثة المرحلة الأولى سمناها فيزيائية المرحلة الثانية حيوية والمرحلة الثالثة كيميائية ما يحدث في الفيزيائية؟ الفيزيائية تنفيها ترسيب الحصص الصغيرة والمواد ذات الكثافة العالية تكون مادة سميناها حمقة تعريف الحمقة مهم هي المبقايا المواد الصلبة المترسبة من المرحلة الأولى ما نفعله؟ نجففها تحت أشعة الشمس بماذا تستخدم لتخصيب الأراضي الزراعية إذن تتجمع لتكون سماد عضوي بماذا يستخدم السماد العضوي يستخدم لتخصيب الأراضي الزراعية إذن الحمأة هي بقايا مواد صلبة مترسبة لما تتجفف عن طريق الشمس بتسوي سماد عضوي يستخدم في تخصيب الأراضي الزراعية المرحلة الثانية سادس اسمها حيوية من كلمة حيوية رح يدخل فيها مادة حيوية في المعالجة اللي هي البكتيريا شو وضيفة البكتيريا تحلل المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية إذن الفيزيائية بتكون الحمأة وهي بقايا مواد صلبة مترسبة المرحلة الثانية الحيوية تحلل البكتيريا المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية المرحلة الثالثة هي الكيميائية إيش بالصرف الكيميائية؟ اللي هي تفصل العناصر الكيميائية السامة بنعقمها في الكلور هل يا سادس لما أسألك لماذا يضاف الكلور إلى هذه المرحلة يضاف لتعقيم الماء إذن لكلور يضاف لتعقيم الماء كمان مرة ثلاث طرق معالجة المياه العادمة معالجة فيزيائية معالجة حيوية معالجة كيميائية المعالجة الفيزيائية يتم فيها ترسيب الحصى الصغيرة ذات الكثافة العالية لتكون الحمقة المعالجة الحيوية تحلل البكتيريا المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية يعني يا سادس لما أسألك إيش وضيفت البكتيريا البكتيريا تحلل المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية المرحلة الثالثة وهي المعالجة الكيميائية من ضيفها لكلور شو وضيفة لكلور يضاف لتعقيم الماء هلأ يا سادس المياه الرمادية مو متل المياه العادمة ننتبه المياه الرمادية هي مياه ناتجة من استخدامات منزلية فقط يا سادس المياه الرمادية فقط منزلية أما المياه العادمة منزلية وصناعية وزراعية إذن المياه الرمادية هي مياه ناتجة من استعمالات أو استخدامات منزلية فقط مثل جلي، غسيل، استحمام شو ترخ معالجتها؟ طبعا حكيناهم من مرر المياه في أحواض مملوعة بفحم وحصة ورمل هاي الأحواض الحصة والرمل رح يعمل على إيش؟ رح يعمل على إنه يمسك عندي أي مادة عالقة أو ملوثة بيعمل عليها حجز عشان المياه تتروح لين؟ للمزرعات إذن تجمع المياه للضخمة زرعات الحديقة والأشجار إذن تمرير المياه في عدة أحواض مملوعة بالفحم والحصة والرمل رح تعمل هاي على حجز عندي المواد العالقة أو الملوثة الموجودة عندي في الماء ورح تمر عندي المياه عن طريق تمديدات خاصة فيها إلى المزرعات تصمم التمديدات لازم تفصل بين المياه السوداء والمياه الرمادية المياه السوداء، المياه السوداء يا سادس ناتجة عن المراحيل رح تكون تمديداتها تختلف عن المياه الرمادية مياه السوداء هي مياه ناتجة عن المراحيل يعني يا سادس لم أسألك المياه السوداء هي مياه إيش من المراحيض أما المياه الناتجة من استخدامات منزلية فقط مياه رمازية المياه الناتجة من استخدامات منزلية صناعية زراعية هي مياه عادمة تمام هلا سادس خلينا نحل هذه الأسئلة مع بعض مهمة كتير برضو المياه السطحية شو تعريفها هي مياه توجد على سطح الأرض المياه السطحية هي مياه توجد على سطح الأرض المياه العادمة هي مياه ناتجة عن استخدامات منزلية صناعية زراعية العادمة منزلية صناعية زراعية المياه الجوفية هي المياه التي تتسرب أو تكون موجودة في باطن الأرض كلمة جوفية يعني باطن كلمة سطحي على سطح الأرض إذن المياه السطحية هي المياه الموجودة على سطح الأرض المياه الجوفية هي المياه التي تتسرب إلى باطن الأرض الحمأة كثير مهم تعرف في الحمأة هي بقايا مواد صلبة مترسبة ذات كثافة عالية أجب عما يليم أين تقام السدود حكينا السدود تقام وين يا سادس تقام عند مجاري الأودية والأنهار عند مجاري الأودية والأنهار في عندي خزان جوفي هو الخزان يكون أي شيء عندي بيعمل كلمة خزان لما أحكي عندي خزان هي طبقات صخرية بتحتفظ عندي في الماء هي طبقات سخرية تنفيها الاحتفاظ في الماء اذكر مراحل معالجة المياه العادي ما طبعا سهدس كله على الدفتر هذا مكتوب مراحل معالجة المياه العادي 3 مراحل فيزيائية 2 الحيوية 3 الكيميائية الفيزيائية اللي بتترسى فيها الحمقى الحيوية من كلمة حيوية من دخل فيها بكتيريا لما اسألك شو وظيفة البكتيريا تحلل المواد العضوية الى مكوناتها الاساسية الكيميائية من دخل الكلور لتعقيم الماء في اي مرحلة من مراحل معالجة المياه تحلل البكتيريا المواد العضوية في اي مرحلة في المرحلة الثانية اللي هي الحيوية من دخل فيها البكتيريا لما اسألك اي مرحلة بالدخل البكتيريا هل فيزيائية طبعا لا كيميائية لا لان الكلور في الكيميائية اذا الحيوية لماذا يضاف الكلور لماذا يضاف الكلور في المرحلة الكيميائية ليش يا سادس منحط الكلور لتعقيم الماء لتعقيم الماء تمام يا سادس هلأ أنا إن شاء الله رح أظل أعملكم بكل حصة فيديو أصير زي هيك مراجعة برضو للمادة النهائية المرة الجارة رح أعملكم عن المياه السطحية والجوفية واللي هي المياه المالحة والعدبة ويعطيكم الفافية